قرر الاتحاد السعودي لألعاب القوى بناء على توصية اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات إيقاف لائب المنتخب السعودي لألعاب القوى يوسف مسرحي لثبوت وجود مادة محظورة في العينة التي أخذت منه خلال معسكره التدريبي في يونيو الماضي ورفض مسرحي الاعتراف بتناول المادة المحظورة قبل أن يبرهن فتح العينة الثانية ثبوت تناوله للمادة المنشطة بحسب بيان الاتحاد وأصدر اتحاد ألعاب القوى قرارا باستبعاد مسرحي من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في ريو دي جانيرو على أن يتم رفع مادارة في جلسة الاستماع للجنة الدولية لمكافحة المنشطات لإصدار قرارها يواصل اللاعبون السعوديون استعداداتهم لخوض غمار دورة الألعاب الأولمبية التي ستنطلق في الخامس من أغسطس المقبل في ريو دي جانيرو البرازيلية والتشارك السعودية في الأولمبياد بسبعة لاعبين هم العداء أين طارق العمري ومخلد العتيبي في سباق خمسة ألاف متر والعداء عبدالله أبكر في سباق مئة متر والرامي سلطان داودي في منافسات حذف القرص ولاعب المنتخب السعودي للرماية عطل العنزي في مسابقة المسدس ولاعب المنتخب السعودي للجود سليمان حماد في منافساته تحت 66 كيلو جراما ولاعب المنتخب السعودي لرفع الأثقال الرباع محسن الدحيلب في منافساته وزني 69 كيلو جراما أنت ما تتكلم ما تتكلم عن حلم كل لاعب سواء كان لاعب عداء ولا أي لاعب في أي رياضة أكيد عنده حلم واحد من يلعبه لأولمبياد فأول شيء الشكر والحمد بكل يرجع لله ودعوات الوالدين أنه أول سنة أبدأ فيها وأولعب فيها أولمبياد فهذا شيء كبير بالنسبة لي وما رح أديني دافع في حياتي للبطولات الجاية سواء كل سنة الجاية إن شاء الله بطولة العالم بطولة العربية إن أشارك مع كبار اللاعبين في بداية أول سنة لي هذا ضد شيء جدا أنه غير في حياتي كثير وإن شاء الله رح حاول قد ما أقدر أستفيد من هذه الفرصة وقدم كل ما عندي إن شاء الله في الأولمبياد بزن الله وكل شيء كان متوفر لنا الحمد لله ما كان في حمد لله أي نواقص وأكبر دليل الحمد لله شيء اللي قدمته في سباق 100 متر قد قدرت في أول سباق سجل 10-12 وفي السباق الثاني قدرت أحطم الرقم السعودي اللي هو كان باسم يحيو قاحص وذي حين حاليا باسم معادة قصدي سالم اليامي والحمد لله الحمد لله حين صار باسم عبدالله بكر وأطمح أني أجري إن شاء الله السنة هذي إن شاء الله في الأولمبياد التسعة كيدة العداد كان جدا مختلف خاصة أني كانت أول سنة لي أني أبدأ فيها عداد زي كده بداية الموسم في اختلاف كبير خاصة أني جيت بدأت قد قصدي أنضمت لي قروب كبير مدرب كبير الاسماد اللي هو جلسة المعروفة على مستوى العالم ومعايا كبار اسماد اللاعبين في العاب القوة زي تاسنقاي والعداء اليوسف مصرحي عن هذا ينضم إلينا من جدا حسام القرشي المدير التنفيذي للجنة الأولمبية السعودية سيد حسام أهلا وسهلا بك بيودين أسألك أولا عن الخبر الذي شغل الوسط الرياضي السعودي اليوم خبر إيقاف العداء يوسف مصرحي أحد أبرز الأسماء التي كانت تعول عليها الرياضة السعودية في هذا الأولمبياد ما هي ملابسات هذه القصة كاملة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أشكركم على الاستضافة وحبا مسي على المشاهدين بكل خير طبعا حابب لازم يكون واضح جدا للمشاهدين بأن قضية المصرحي ما زالت قيد النظر الذي حدث حتى الآن أنه تم سحب عينة من العداء وثبت وجود مادة محظورة اسمها الـ EPO أو الإريثروبوتين طبعا في هذه الفترة يعطى اللاعب فرصة بأن يفحص عينة باء وتم فحص عينة باء وثبت وجود المادة المحظورة منذ أن طبعا ظهرت نتائج العينة الأولى فقد أصدرت قرارا اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات حسب الجراء المتبع بإيقاف اللاعب بشكل مؤقت إيقاف اللاعب بهذا الشكل المؤقت سيؤدي طبعا إلى حرمانه من المشاركة في دورة للعاب حق تريو دي جينيرو المقبلة إن شاء الله شهر الجاي والآن طبعا بعد ثبوت العينة باء سيعرض على لجنة الاستماع لأخذ التفاصيل عن كيفية التعاطي وبعض التفاصيل وفي تلك الجلسة حسب مخرجات الجلسة يتم الرفع إلى الوكالة الدولية ويتم بعد ذلك وضع العقوبة المناسبة حسب الحيثيات القرية سمحت لي سيد حسام اليوم البيان الذي صدر مذكور فيه أنه تم الاستماع إلى اللاعب وأن ما دار في جلسة الاستماع سيتم رفع لللجنة الدولية أو وادة لمكافحة النشطات لإصدار قرارها هي يعني هل هذا معناه أنه البيان كان فيه لا للتصف التفضل لا البيان دقيق الذي ورد في البيان بأن اللاعب حسب ما قاله قبل العينة باب أنه لم يتناول مادة محضورة ولكن نتيجة عينة باب خالفت الذي قاله اللاعب ولكن تلك ليست لجنة الاستماع ذلك فقط إجراء روتيني الاستماع يتم بحلسة يعني هذه ليست لجنة الاستماع تابعة لللجنة السعودية للمكافحة على المنشطات أو للرقابة على المنشطات حسب لا اللجنة السعودية هي المخولة بالإجراءة بالكامل العينة ألف عفوا يبدو لي أنه فيه لبس في موضوع بس من جهتك الموضوع باختصار أن عينة باب قبل ما تطرح يسأل اللاعب هل حصلت العينة محضورة اللاعب أنكر هذا الشيء هذا السؤال وليس لجنة الاستماع أو تحقيق تم بعد الحصول على نتائج العينة باب ثبت وجود المادة فبالتالي يعطى اللاعب فرصة لعرض الملابسات والحيثيات على لجنة الاستماع لأخذ العقوب المناسبة لكن سيد حسام دان يقتبس من البيان ما يلي دان يقتبس من البيان ما يلي وأصدر اتحاد ألعاب القوى قرار باستبعاد مسرحي من المشاركة في دورة الألعاب اللونبية المقبلة في ريو دي جانيرو على أن يتم رفع مدارة في جلسة الاستماع لللجنة الدولية لمكافحة المنشطات لإصدار قرارها من الذي حقق مع بناء على بيانكم؟ جلسة الاستماع من هي؟ جلسة الاستماع هي عبارة عن لجنة تحددها لجنة الرقابة على المنشطات وسوف تعقد في 7 أغسطس لم تعقد جلسة الاستماع بعد الجلسة الرسمية تقصد أنت التابعة لللجنة السعودية للرقابة على المنشطات جميل جدا داني أنتقل لنقطة مهمة إذا كانت لجنة السعودية للرقابة على المنشطات كما ذكر في البيان أوصت بإيقاف اللاعب لماذا لم تضع هذا الإيقاف حتى وإن كان مؤقت على موقعها في الإنترنت كما هو معتاد في جميع الألعاب اللجنة المنشطات لن تضع هذا إلا بعد الانتهاء من لجنة الاستماع وبعد صدور الموضوع بالكامل اللي حصل أنه من مطلق الشفافية بعد أن استلم الاتحاد السعودي لألعاب القوة التقرير الذي يقضي بتوقيف اللاعب فالذي حصل أنه طبعا صدر البيان من الاتحاد الألعاب القوة من مبدأ الشفافية لأنه لكل متوقع مشاركة اللاعب يوسف مسرحي في ريو دو جينيرو وذهابنا بدون ألف صاح عن سبب عدم المشاركة يعتبر نوع من عدم الصراحة فإحنا من هذا المنطلق الشفافية أعلننا عن الوضع الحالي عن سبب الإيقاف ولكن القضية لم يتم البت فيها ولم يصدر بها قرار أو عقوبة نهائية حتى تنتهي من لجنة الاستماع ممتاز جدا دعنا ننتقل للموضوع الأهم الذي كان في الحقيقة هو سبب استضافتك اليوم السعودية تشارك ببعثة فيها 11 لاعبا كيف تسير استداداتهم؟ ماذا قدمت لهم اللجنة الأولمبية السعودية ليظهروا بشكل مقبول على الأقل في ريو دي جينيرو؟ طبعا إن شاء الله عندنا في مشاركة ريو دي جينيرو 11 لاعب ولاعبة وطبعا الاستعدادات التي حصلت هذه المرة تختلف كثيرا عن استعداداتنا السابقة الحقيقة ما شاء الله تبارك الله الكثير من اللاعبين تم التنسيق بين اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية بأن يتم إرسالهم إلى معسكرات عالمية فعلى سبيل المثال الأخ طارق العمري ومخرد العتيبي بيحصلوا على تدريب قوي جدا اللي حيشاركوا إن شاء الله في العداء الخمس آلاف متر في المغرب عندنا سلطان الدوودي في رمي القرص حصل على تدريب في بولندا اللاعب الشاب الواعد عبدالله أبكر عمره ما شاء الله 19 سنة عداء المئة متر الآن بيتدرب في أمريكا على يد مدرب العالمي جون سميث كما رأيتم في التقرير عندنا لاعب الجودو سليمان الحماد إن شاء الله لاعب واعد أيضا يحصل على تدريب في أسبانيا والمجر عندنا الرباع محسن الدحيلب يحصل على أيضا معسكر في الدمام يتبعه إن شاء الله في البرازيل وأيضا في الرامي عطل العنزي سيشارك إن شاء الله في الرماية ومشاء الله واعد جدا يحصل أيضا على تدريب في تشيكو ألمانيا وبعدها أذربيجان وسربيا والآن أمس وصل هو والأخ محسن الدحيلب إلى البرازيل كم تكلف مهمة أعداد كل لعب من هؤلاء اللاعبين تقريبا التكلفة المالية نعم أنا لا تحضرني إلى رقام في الوقت الحالي ولكن في حدود نستثمر فيهم تقريبا بنفس كمية الاستثمارات التي توضع في كثير من التحضيرات التي تقع على العديد من لعبي العالم لا تحضرني إلى رقام للأسف الشديد الآن إذا كنتم تحضرونها بمبالغ عالية وبهذه الإمكانيات العالية كما تقول بنفس المستوى الذي يحضر باللاعبون العالميون فنحن ننتظر نتائج قد تكون إن لم تكن تحقيق ميداليات على الأقل المنافسة عليها هل تعتقدون ذلك؟ بلا شك هذا طبعا طبعا بلا شك لازم أوضح طبعا للمشاهدين بأن إعداد اللاعب الأولمبي لا يتم خلال سنة أو سنتين لا يخفى على الجميع بأن في الوسط الرياضي بأن إعداد اللاعب الأولمبي يتراوح من أربعة إلى ثمان سنوات حسب الرياضة في بعض الرياضات يبدأ تجهيز اللاعب فيها من الطفولة زي السباحة وزي الجنباز من سنة الخمسة وست سنوات الوسط الرياضي منذ أن تولى سمول أمير عبدالله بن مساعد بن عبد العزيز رئاسة تلهيئة العامة للرياضة أو الرئاسة العامة للرئاسة الشباب قبل سنتين كان واضح من خلال ترتيبنا في آسيا المركز التاسع عشر على مستوى آسيا وعدم تحقيقنا لميداليات إلا بعدد مرة قليل بأن المنظومة الرياضية بحاجة إلى العديد من التطوير واستقطاب كفاءات إدارية على أعلى مستوى وهذا الذي يحصل خلال العامين اللي راحت اللجنة الأولمبية مرت بالكثير من التغييرات الاتحادات الرياضية الآن أيضا تمر بالكثير من التغييرات وحسب خطة التحول الوطني لو لاحظت نجد أنه في الرادار خطة التحول الوطني في هدفين واضحة أمامنا الهدف الأول سيكون إن شاء الله من خلال مشاركتنا في الأولمبياد الآسيوي في جاكرتا وفي مشروع الآن أطلقنا اسمه جاك تن نطمح من خلال تحقيق المركز العاشر على مستوى آسيا وبعدها طبعا ذهب 22 والذي نطمح إن شاء الله في الصين الأولمبياد الآسيوي أن يحقق فيه المركز الثالث إن شاء الله على مستوى آسيا فإجابة بس على سؤالك والمنطقي الهدف من هذه المشاركة طبعا أنه في كثير من الشباب هذول صغار السن الاحتكاك ومجرد المشاركة في هذه البطولة سيعدهم نفسيا وجسديا وأيضا من ناحية الخبرة لأن يكونوا على استعداد أفضل للبطلات القادمة إن شاء الله واحد منهم يفاجئنا بإذن الله ويحقق نتيجة غير متوقعة بالتأكيد نتمنى حقيقة لكم التوفيق والنجاح في هذا الأولمبياد المهم كان معنا من جدة الأستاذ حسام القراشي المدير التنفيذي للجنة الأولمبياد السعودية شكرا جزيلا لك